مسلسل عبدالغفور البرعي علامة كبيرة في تاريخ الأستاذ محمد رياض عايزين نتكلم شو هي عن كواليس المسلسل؟ والله كواليسه كانت من الكواليس الرائعة يعني احنا كنا أسرة تقريباً يعني بكل ما تحمله الكلمة من معنى كان الأستاذ نور رحمة الله عليه وعبلة وحنان تورك وملال سلامة ونهد رجدي وكان مجموعة كلها البيت بتاع الضغفور بورعي ده عشان كنا بنصور يومياً مع بعض فكنا تقريباً قاعدين كانت بتاعب لها مساء بالخير كانت بتعمل لنا أكل كتير وكبل لنا أكل ونأكل وكده ايه أهم الأكلات اللي كانت بتقدمها؟ هي كانت بتحب قوي هي كانت عظيمة كانت تعمل لنا مسقعة كانت رغيبة بصراحة يعني من أجمل المسقعات اللي الواحد كلها كانت بتعمل لنا كده حاجات كتيرة غير مسقعة طبعاً بتعمل لنا حاجات تانية كتير يعني مثال كنت تحب مسقعة أو منها يعني كانت على طول يعني كل أسبوع تقريباً تجيب لنا ونقعد في البلاتو ونأكل طبعاً أستاذ النور ما كانش بيأكل معنا ليه بأ أستاذ النور كان بيه حاجة غريبة يعني مش غريبة هو كان وكده وما كانش يأكل في التصوير أو يعني تلاقيه مثلاً معاه بقص مطين كده وحت الجبنة بتاع ما كانش يقدر يأكل يعني بيقول لك لما الواحد بيأكل بيعني بيتقل كده ده شبه سيستم لرقص البل ممكن يعني هو ما كانش يأكل معنا لكن كان هو يأكل على طول جبنة وكان بقصوم وضع كده تمام المداح من عبدالغفر والبرعي للمداح من شخص لان أعيش في جلباب أبي إلى المخاوي الجن إلى العفريت والجو الأسطوري ده النقلة دي في حياة محمد رياض بتشوفها ازاي؟ والله التطور الطبيعي بتاع الفنان يعني والتطور كمان الخبرات الطويلة اللي واحد اكتسبها على مدار يمكن أكتر من 25 سنة خالتني أقدر أعمل المداح هايم في المداح مش سهل شخصية يعني ملامحة مش واضحة قوي يعني أنا عادت مع الأستاذ أحمد سامير فرج تكلمنا كتير أنا وهو على الشخصية يعني الشخصية شيطان ومش شيطان الشخصية غريبة حتى البيت بتاعها غريب مالوش أهل مالوش زوجة مالوش أولاد مالوش أصدقاء مالوش حاجة خالص زر عشتاني كده يعني فكان تركيبة الشخصية غريبة والغاية قبل التصوير يمكن بيومين ثلاثة ما كنتش عارف أمسك الشخصية قوي لغاية الحمد لله ما قدرت يعني بعد أول يوم كده كنت خلاص قفشت الشخصية هو عنوزجاجية قوي ما عندوش مشاعر خالص لا يحمي المشاعر